الهدف الثاني الهلال في النهاية يبغي يعوّب لذلك لما نزل ناصر الدوسر وقال خلّك وراء خط النصف يلبيه يرجع على اليسار ويا كويلار ثبّت ويا هيون ويا زيكط جاءت المساحات وانا ودي أتكلم عدة عن هدف الخالد الغنام أنا ما همني يعني خلّي نقول سحبة الغنام الكل انتباه له أنا بغى نشوف ردة فعل البريك لما هو وكويلار لما انسحبه الثمين شوف الكويلار كيف صعب قام وراح يجري وشوف البريك كيف قام وطريقة جلية الشيء الآخر شوف برضو هي لما التصوير للزاوية الطويلة من بعيد زوم البعيد عطل الهدف من الأول يا شباب الهدف خالد الغنام هذا شوف برضو سالم الدوسري كان عند الحدث موجود وشوف ردة فعله كأن الأمر لا يعني وشوف كاريلو من الجهة اليمين كيف جرى وقسوى عكس كده لين غطى اللاعب اللي فتع على الجهة اللي سار ويمي بمي بمركزه حل نتكلم كده عن الرغبة عن الدافعية عن اللاعبين الكبار هذول هم المفروض شون انظرت في لحظة بالتأكيد أن جبهة ميشيل كانت أكثر من رائعة وكانت كرة عرضية كثيرة ولكن لم يتم استغلالها اشتركوا في القناة